محافظة المحرق جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع اللجنة التنسيقية لبرنامج المدن الصحية لمراجعة المعايير والاشتراطات النهائية قبل موعد لقاء خبيرة منظمة الصحة العالمية وأعرب سعادة المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المتعاونة في تنفيذ المعايير والاشتراطات اللازمة لاعتماد البسيتين والساية مدنا صحية وذلك استعدادا لاستضافة خبيرة منظمة الصحة العالمية قريبا مثمنا الدور الكبير لوزارة الصحة ولفريق متابعة ملف المدن الصحية بمحافظة المحرق في تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الجهود التي قمت بها اللجنة الداخلية لمشروع المدن الصحية والتي منها إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة والقيام بالمسوحات الجغرافية والبيئية للمنطقة إلى جانب متابعة وتقييم كافة معايير واشتراطات منظمة الصحة العالمية تولي مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة اهتماما بالغا تلبية لاحتياجات الحاضر ودون المساس باحتياجات الأجيال المستقبلية ومن هذا المنطلق حرصت مملكة البحرين على تعزيز الاستدامة في المدن من خلال معالجة العديد من النواحي كالبيئية والصحية من أجل خلق بيئة مثلى للسكان في المدن ويأتي برنامج المدن الصحية الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 1986 محطا لأنظار حكومة مملكة البحرين من خلال زيادة الجهود التي من شأنها تعزيز المدن لجعلها مدن صحية من خلال تبني المشاريع والمبادرات التي تسعى لتحسين الحالة الصحية للسكان في مدن المملكة من خلال تضافر الجهود المجتمعية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة إضافة إلى رفع مستوى خدمات صحة البيئة وظروف المعيشة لنوعية حياة أفضل وتنمية مستدامة ونظر جهود مملكة البحرين وفي عام 2021 ظفرت مدينة المنامة بلقب المدينة الصحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط لتضيف بذلك إنجازا جديدا إلى سجلات المملكة في مجالات الصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية والحضرية وكانت مدينة أم الحصم ضمن محافظة العاصمة أول مدينة بحرينية تظفر باللقب وذلك في عام 2018 وعلى خط المنامة باتت محافظة المحرق مهيئة ومستوفية بنسبة 99% لكافة المعايير والاشتراطات المتعلقة ببرنامج المدينة الصحية حسب تقييم منسق برنامج المدينة الصحية بوزارة الصحة وذلك بعد جهود متواصلة بذلت من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المتعاونة لتنفيذ المعايير والاشتراطات اللازمة لاعتماد البساتين والساية مدن صحية الدعم الحكومي لتوجهات معنية بالتنمية المستدامة يلمس أثره في الجهود التي يقوم بها القطاع العام والخاص والمجتمع المدني فثقافة المدن الصحية تأتي من صلب أهداف التنمية المستدامة التي حرصت مملكة البحرين على تنفيذها وسير بها ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر